بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية حول مشروع الاستفتاء المقرر ليوم 25 جولي الجاري تشهد الساحة السياسية في تونس نسقا تصاعديا في أنشطة الحملة التي قامت بها عدد من الأحزاب السياسية المؤيدة للدستور مقابل ضعفها على المستوى الشعبي واصفينها بالباهتة والمتعثرة حسب مراقب الحملة الانتخابية الحقيقة الحملة ضعيفة وضعيفة جدا المعلقات في الشوارع جبهة مفقودة غير موجودة الاجتماعات الشعبية قليلة وقليلة جدا وحتى ان وجدت فكان في الاقبال عليها ضعيف وضعيف جدا حتى بعض الشخصيات المحسوبة على الرئيس وارتي تدعم التصويت بنعم تقوم بمجهود الحقيقة لكن لا تلقى صدى لهذا المجهود وعلى المستوى السياسي دعا حزب حركة الشعب أحد أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي المنحل دعا التونسيين للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد بدعوى إنقاذ الدولة من خطر داهم وتصحيح مسار الثورة هذا الدستور الجديد فيه بعض الفصول التي تتطابق وتشابه مع الدستور السابق لكن فيه جملة من القرار من الأحكام مغايرة مئة بالمئة للدستور السابق وفي ظل دعاوات أحزاب ومكونات سياسية إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وأخرى داعم له تبقى حرية الإختيار والمشاركة في الاستفتاء على الدستور إلى الشعب وحده من يقرر مصيره تبقى حرية الإختيار والمشاركة في الاستفتاء على الدستور